مساء الخير أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من الرواية الكاملة من شاشة الـ OTV يسرنا في هذه الحلقة أن نستقبل فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية العماد إيميل الحود مساء الخير فخامة الرئيس مساء الخير أهلاً وسهلاً فيك استاذ جان شرفت استاذ جان عزيز وعزيز من دونه أوف شكراً فخامة الرئيس أهلاً وسهلاً فخامة الرئيس هل لك أن تخبرنا عن الرواية الكاملة التي حصلت بينكم وبين وزير الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أوربرايت؟ تخبرك تصلت فيي ابن سلايل وبتعرف أنت ابن سلايل الاتصال قداش بهديك الإيام بيكون على الرئيس له ردة فعل صار قلبي يعمل هاي لما ندعي التليفون طلعت مادلين أوربرايت مثل العادة تملي علينا قرار ولا قرار لغري أنا شو عملت سكّرت الخط بوجه ساعة تبعتلي مساجات I love you لا والأحلى من هايك I need you كرميل ني بدا تعمل القرار اتمشيه متل عزوء ومتبتعرف أنت الأمريكين فخامة الرئيس ما سيرتون للأمريكين دي ولا قرار أكيد أكيد لا أنت بتعرف عميلة حول بوقت بكير رئيس مستطيع حدا يقدر يغلبت معه بأي قرار شكرا فخامة الرئيس هل من كلمة أخيرة فخامة الرئيس حب أقول بهالمناسبة شغلة للشعب اللبناني وللدولة أنه هالقرارات اللي عتمل علينا هايدي قرار ولا قرار لازم توقف ونخلينا أيد واحد ويكون القرار داخلي لكن بأكد لكم وبقلهم للشعب أنه طالما الشعب والمكاومة أيد واحدة ما حدا بيقدر يخرقه شكرا السجار شكرا فخامة الرئيس في الحلقة القادمة من الرواية الكاملة سيخبرنا فخامة الرئيس إميلا حود عن الخلاف الذي حصل بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون شكرا فخامة الرئيس سهلا خرا